سيداتي وسادتي مشاهدي قناة HBC طيب الله مساءكم بالخير والنور والبهجة والسرور والصحة والجمال وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الخلاصة نستهلها معكم بأهم الأخبار السيسي يستقبل نظيره السنغالي ماكيسال في قصر الاتحادية الرئيس السيسي مصر تدعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف في القارة الأفريقية كما شاهد الاجتماع توقيع اتفاقات اتفاقيتين تعاون وعددا من مذكرات التفاهم في مجالات الآثار والثقافة والكهرباء والطاقة المتجددة والرياضة للإعفاء المتبادل للتأشيرات لحامل جوازات السفر الدبلوماسية الرئيس عبد الفتاح السيسي يوفد مندوبا لتقديم العزاء في الكاتب الصحفي ياسر رزق يوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي العميدة محمود وهدان للتعزية في وفاة المرحوم الكاتب الصحفي ياسر رزق وإبلاغ أسرته خالص العزاء التعازي بمسجد المشير تنطاوي غدا الأحد وتقيم أسرة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق عزاء له بعد صلاة المغرب غدا الأحد بمسجد المشير تنطاوي بالتجمع الخامس مستشار الرئيس للصحة أدوية كورونا ستكون متاحة في صيدليات المستشفيات قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية إن الدولة المصرية حرصت على توفير كل الإمكانيات المتاحة للحد من انتشار فيروس كورونا وتوفير كل التشخيص والعلاج للمرضى قبل اكتشاف أي إصابة في مصر وهو ما كان واضحا تماما بدعم سياسي وحكومي كبير وفي سياق التعليم نستهدف الوصول لمئة مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بحلول 2030 أكدت وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تستهدف الوصول بعدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية مئة مدرسة بحلول 2030 وذلك بالتعاون مع الشركاء الصناعيين مع التركيز على التخصصات الحديثة والنادرة في سوق العمل وأنه تم تشغيل 27 مدرسة تعمل حاليا السعودية تمدد الإقامات والتأشيرات آليا دون مقابل للمقيمين بالخارج حتى 31 مارس تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية من خلال غرفة عمليات للرد على أي استفسارات وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص وأضاف التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض أشار إلى أن السلطات السعودية قررت تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة من دون رسوم أو مقابل مالي حتى 31 مارس 2022 وبدلا من بعد غد الاثنين الموافق 31 يناير وذلك بموجب توجيه من العاهد السعودي الملك سلمان ابن عبد العزيز وعن التقص انخفاض بالحرارة وشبورة ورياح وتفاصيل حالة التقص حتى الخميس المقبل كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة التقص المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل حيث يسود تقص بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء وإلى هنا تنتهي فقراتنا الإخبارية